هل مروحة التبريد تعمل باستمرار حتى بعد إغلاق السيارة؟ أو هل تعمل والمحرك بارد؟ وما هي الأسباب وراء عمل مروحة السيارة دون توقف؟ وهل لهذا أضرار؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم والإجابة باختصار لا تعمل مروحة السيارة باستمرار بل تعمل على فترات وذلك حسب التغير في درجة حرارة المحرك حيث تقوم مروحة التبريد بسحب الهواء وتوزيعه خلال قلب الريداتير بهدف تبريد سائل التبريد أو ماء الريداتير وذلك للتخلص من الحرارة الموجودة في المحرك ومصدر حركة هذه المروحة يكون عن طريق سير يستمد حركته من المحرك يعرف باسم سير المروحة وفي هذا النوع تدور المروحة التبعاً لسرعة المحرك وهناك نوع آخر يدور بواسطة محرك كهربائي بمعنى له دائرة كهربائية خاصة بتشغيله وهنا يتواجد مفتاح حراري للتحكم بعمل المروحة وتستمد الطاقة اللازمة من البطارية التي هي مصدر التغذية الكهربائية أو الدينمو الذي هو قلب منظومة الشحن في السيارة والمحرك الكهربائي عبارة عن محرك صغير ذو طيار مستمر يعمل عن طريق مفتاح حراري وهو عبارة عن مفتاح حساس للحرارة يتحكم في عمل محرك المروحة فعند برودة المحرك يفتح المفتاح فلا تدور المروحة وبعد سخونة المحرك عن الدرجة المحددة يغلق المفتاح فتعمل المروحة ليتم تبريد المحرك وهكذا أما عن أضرار تشغيل مروحة السيارة باستمرار فكما وضحنا أن مروحة السيارة تعمل حين الحاجة فقط وإذا حدث وأصبحت تشتغل باستمرار فهذا له إضرار منها تقليل عزم المحرك وسيكون أداء المحرك غير مثالي تقليل العمر الافتراضي لمحرك المروحة زيادة في استهلاك الوقود عن المعدل الطبيعي نتيجة لضعف أداء المحرك أيضاً ستستهلك من البطارية أكثر من الحاجة وقد تتسبب في تفريغ البطارية وخاصة إذا كانت تعمل والسيارة مطفية مجهود إضافي على الدينمو أو المولد والذي هو أحد أجزاء دائرة الشحن التي تقوم بشحن البطارية لتعويض الفقد الذي سيحدث عندما تعمل المروحة بشكل مستمر وبالنسبة للأسباب التي تجعل مروحة السيارة تعمل باستمرار فالأسباب المحتملة هي أولاً وجود نقص في ماء الرداتير قد يكون تسريب ثانياً وجود تلف أو خلل في عمل حساس ماء التبريد ثالثاً وجود سد في الرداتير أو المشع رابعاً غطاء الرداتير به مشكلة وقد يكون تالف ويجب عدم فتحه إذا كان المحرك ساخن فهذا خطر خامساً ضعف أو تلف في طرمبة المياه في السيارة أو مضخة المياه سادساً انسداد في قمصان التبريد أو مجرسة للتبريد حول أسطنات المحرك المعروف أيضاً باسم رأس الأسطنات سابعاً بلف الحرارة أو الثرمستات لا يعمل بالأداء المطلوب أو تالف ثامناً مشكلة في كمبيوتر السيارة وأخيراً تلف كتاوت المروحة أما إذا كانت مروحة السيارة تشتغل والسيارة طافية بمعنى تم إغلاقها نهائياً ومع ذلك تجد أن المروحة لا تتوقف فهذا يعني أن هناك خلل في الدائرة الكهربائية يتسبب في وصول الكهرباء لمحرك المروحة تعمل مروحة التبريد من خلال سلسلة من الدوائر الكهربائية حيث يقوم الكمبيوتر بتشغيل وإيقاف تشغيل مروحة التبريد عندما يتلقى بيانات درجة الحرارة من مستشعر درجة حرارة سائل التبريد فإذا كانت الإشارة تقول أن المحرك ساخن سيرسل الكمبيوتر الكهربائي لمحرك المروحة عن طريق كتاوت المروحة ليعمل ويبرد الريداتير وفي حالة عمل المروحة باستمرار حتى بعد اطفاء السيارة يكون أغلب الظن في تلف كتاوت المروحة حيث أن الكمبيوتر يعطي للأمر بتوصيل الكهرباء اللي المروحة لتعمل وإذا كانت هناك قفلة في كتاوت المروحة بمعنى أن الكتاوت أصبح يوصل الكهرباء باستمرار ستعمل المروحة بلا توقف حتى والسيارة مغلقة والمحرك لا يعمل وستظل تعمل حتى نفاذ البطارية وللأسف هذا لن يستغرق وقت طويل وفي النهاية إذا استفت من الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد